بالتالي ما فيش مجال للتركي السلطان التركي انه هو يطأ بقدمه ليبيا يعني قطع الطريق تماما على اي وجود تركي عسكري او غير عسكري او اي محاولة تركية لاصيد في الماء العكر داخل الازمة الليبية او ما بين الاشقاء الليبيين وبالتالي قطع الطريق وقطع او قطع رجل المستعمر التركي من ليبيا ايضا ان شاء الله بعد يومين بالظبط هتنقطع رجل التاجر التركي من المملكة العربية السعودية ده لا وجود لتركيا لا عسكريا ولا سياسيا ولا حتى تجاريا بتستمر العلاقات السياسية المتدهورة ما بين تركيا والمملكة العربية السعودية بالالقاء بضلالها على الاقتصاد النهاردة المملكة العربية السعودية اعلنت رسميا عدم دخول اي منتج بيحمل علامة صنعة في تركيا الى المملكة العربية السعودية بنهاية الشهر الجاري يعني قدامهم يومين اتنين اي حاجة اي بضاعة عليها صنع في تركيا لن تدخل المملكة العربية السعودية اللي هي واحدة من اهم الاسواق بالنسبة لتركيا تلاتة وثلاثة من عشر مليار دولار يعني تلاتة مليار دولار وثلتمائة مليون دولار تلاتة مليار وثلتمائة مليون دولار قيمة الواردات اللي تستوردها السعودية من تركيا سوى كان في المفروشات ده في المقام الاول او في المنتجات الزراعية او خلافه كل ده سيتوقف تماما وبالتالي دي ضربة جديدة لهذا التركي وضربة جديدة الحقيقة للاقتصاد التركي اللي هو بالاساس بيعاني ومصدرينه بيعاني